يجهد علماء آثار للتعريف بمدينة موهنجو دارو وهي أحدى أقدم مدن العالم وعمرها ألاف السنوات بغية توفير حماية أفضل لهذا الموقع الاستثنائي في جنوب باكستان ويعتبر علماء آثار وإناس أن المدينة قد تحوي مفتاح الغازن عن حضارة وادي السند التي ظهرت قبل حوالى خمسة ألاف سنة فيما يعرف حاليا بالهند والسند قبل أن تختفي في ظروف غامضة الجميع يعرف الحضارة المصرية لكن أحدا لا يعرف موهنجو دارو وهذا الأمر يجب أن يتغير وكانت موهنجو دارو القلب الحضاري لحضارة السند التي ازدهرت في حوض النهر الذي يحمل الإسماعينة وكانت تضم حتى خمسة ملايين نسمة في أوجي العصر البرونزي في بلاد ما بين النهرين كانت الطرقات تقود من المدينة إلى القصر في حين أن الطرقات في مدن حضارة السند كانت منظمة بطريقة تفتح مجالات للوصول إلى سائر أنحاء المدينة وكانت موهنجو دارو تتمتع بمجار للمياه وشبكات متطورة للصرف الصحي أكثر فعالية من تلك الموجودة حاليا في مدن باكستان في مفارقة ساخرة يتحدث عنها بعض المراقبين وحده جزء صغير من الموقع خضع لأعمال نبش فعلية إلا أن المنشأة الأطخم في موهنجو دارو ليست على ما يبدو قصرا أو معبدا بل هي حمام عام ترجمة نانسي قنقر